في أول مخيم لها في القارة الأفريقية هذا العام حطت مبادرة نور دبي رحالها في دولة بوركينا فاسو من أجل الاستمرار في مبادرة الإنسانية والمعنية بمعالجة المصابين بأمراض العيون في الدول الفقيرة والتي تحتاج إلى تدخل إنساني وقبل الخوض في تفاصيل المخيم لابد للدولة المقصودة من لمحة بوركينا فاسو دولة يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة اقتصاده يعتمد على المساعدات الخارجية في المقام الأول وعلى الزراعة التي تقف حكرا على موسمه طول الأمطار وتعتبر بوركينا فاسو من الدول الأفقر في العالم والأولى في معدل الأمية ناهيك عن دخل الفرد فيها الذي يكاد يوصل إلى دولار في اليوم الواحد عوامل عديدة دفعت بمبادرة نور دبي إلى إنشاء مخيم في العاصمة وقادوغو من خلال التعاون مع عدد من منظمات الخيرية المعنية والبدء في معالجة المصابين بأمراض العيون المختلفة خيار بوركينا فاسو كان بسبب الإحصائيات اللي وصلتنا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اللي تذكر أن أكثر من نصف مليون شخص مصابين بالإعاقة البصرية في هذه الدولة والحمد لله تمكننا بجهود فريق العمل وجهود المنظمات اللي شاركتنا في هذا المشروع من أننا نستطيع أن نتوصل لها بالرغم من صعوبة الوصول لهذه الدولة إذن أرقام منظمة الصحة العالمية تشير إلى وضع المحرج في بوركينا فاسو الأمر الذي تطلب جهدا أكبر وهو ما دوبت عليه مؤسسة نور دبي من خلال اختياره لمعالجة خمسة آلاف حالة توزعت طرق علاجها كل حسب حالتي الخاصة فتم إجراء أربعمائة وخمسة وعشرين عملية جراحية إلى جانب التوزيع ألف ومائتين وثلاث وخمسين نظارة مع معالجة الحالات المتبقية وصرف أدوية لهم إلى جانب العمل على تثقيفهم صحيا من أجل المحافظة على سلامة عينهم قبل ستة شهور وصلت لمرحلة في مرضي لا أرى شيئا وكنت أتألم ليلا كل يوم إلى أن سمعت بمبادرة نور دبي وجئت إليها من مسافة بعيدة وأجريت العملية بالأمس واليوم أصبحت أرى كل شيء ولا أستطيع التعبير عن فرحتي مسجدة العين لا يرى جيدا فنحن سمينا بأن فيه مساعدة هنا فلما جئنا فعلوا أبي أملية الجراهية فلان هو يرى جيدا بالتعاون بين جمعية العون المباشر ومؤسسة نور دبي التي تساهم معنا في التكفل بهؤلاء المرضى الذين حقيقة يحتاجون إلى رعاية صحية في جانب أمراض العيون خاصة وتساهم معنا هذه المؤسسة الكبيرة نور دبي للمرة الأولى هنا في بوركينا فاسو بهذا النشاط مئات المصابين الذين تمت معالجتهم تبدلت حياتهم من عتمة السواد وعدم القدرة على رؤية طبيب المعالج إلى حياة ممزوجة بكل ألوان الطيف ملؤها الأمل والتفاؤل والإقدام على الحياة بصدر أرحب ولتكون مبادرة نور دبي بذلك إشعاعا انطلقا من دبي ليضيء حياة الآلاف في كافة بقاع العالم الفقيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر